سياسة محددة وواضحة تجاه ملف النزوح السوري سواء لجهة الحد منه ووقف النزوح أو تخفيف هذا النزوح أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي فمنذ تشينة ثاني وبعد دخول ما يقارب مليون ونصف مليون سوري مسجل منهم مليون ومئتان تقريبا قررت الحكومة اعتماد خطة للحد من هذا النزوح بعد خمسة أشهر على التطبيق ماذا تقول أرقام حركة تنقل السوريين دخل في شهر آب ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وخرج ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف انخفضت الأرقام في أيلول إلى مائتين وتسعة وثلاثين ألف من الوافدين ومائتين وأربعة وأربعين من المغادرين أما في شهر تشينة الأول فانخفضت الأرقام إلى النصف تقريبا وانقلبت الأرقام ليصبح عدد المغادرين السوريين أكبر من الوافدين كذلك في تشينة ثاني يوم دخل لبنان مائة وأحد عشر ألفا وخدره مائة وأربعة وعشر ألفا غير أن الفرق كان واضحا بين أرقام شهر كانون الأول وكانون الثاني إذ بقيت أرقام الخارجين من لبنان أعلى من أرقام الوافدين إلا أن الأرقام انخفضت إلى النصف مؤشرات إيجابية تشير إلى بدء نجاح الخطة تسجيل ما عم بتعدل عشر تلاف شخص بالشهر قدك كانت تبقى قبل؟ كانت تبقى أعلى بكتير إنو وصلنا لمرحلة كان في عنا تسجيل شخص بالدقيقة وهي دا عدد كتير كبير وصلنا فيه طبعا للمليون ومئتين ألف اليوم عم بتقل الأعداد الأعداد عم بتقل بالتسجيل ولكن بعده الرقم العام عم بيكبر يعني عم بيزيد حوالي عشر تلاف كل شهر هيدا بسبب بعض المواطنين السوريين اللي كانوا موجودين على الأراضي اللبنانية وهلأ قرروا أنه يتسجلوا جراءات تبع الأمن العام بتحط كذا فئة للسوريين فئة للدخول اليوم القرار بيقول أنه أي حدا طالب نزوح لا يحق له الدخول إلى ربنان الاستثناءات الوحيدة هي وزارة شؤون الاجتماعية بتقررها عاملين معايير الاستثناءات الإنسانية كتير قليلة كتير قليلة يعني عم بنواجه حوالي عشر حالات 15 حالة حتى أقل من هيك بالشهر عم بكون في أشخاص عم ترجع تغادر؟ على أكيد في بعض الحالات بس قليلة جدا يلي هي عم بتغادر لبنانة ترجع على سوريا هود المليون ونص مش كلهم نازحين مش كلهم بحاجة للمساعدة اليوم الدولة اللبنانية بحاجة تعرف مين في عندها بحاجة يكون هي عندها قاعدة بيانات خاصة فيها شو عملتوا بهذا الموضوع؟ بهذا الموضوع تم إنشاء مشروع بوزارة شؤون الاجتماعية اللي هي مكلفة من الحكومة اللبنانية بإنشاء قاعدة البيانات هذا المشروع يهتم برصد التحركات السكانية رصد وجود سوريين وأماكن توجدهم وأثار توجدهم كمان على المناطق المضيفة والاستجابة لا حاجاتهم وحاجات اللبنانيين بلش المشروع مؤخراً يعني أنشئ مؤخراً الدولة اللبنانية هي أول مرة أقرت لنا مبلغ من موازنة الدولة اللبنانية حوالها لخمسة مليار اليوم تنقدر نمشي بهذا المشروع ونبلش نأسس فريق أعمال ونعمل إليه للشغل إن شاء الله قريباً جداً نبلش إذا كانت الأرقام تشير إلى نجاح خطة الحد من النزوح السوري فإن الفشل في تأمين المساعدات الدولية الكافية لهؤلاء جعل العيون والجيوب تتوجه إلى مؤتمر الكويت الثالث لتقديم المنح لسوريا والبلدان المشاورة فهناك إما أن تنجح الاتصالات في توفير الأموال للنازحين وإما أن يغرق هؤلاء ونغرق معهم بعدما انخفضت المساعدات انخفاضاً كبيراً رشال كرم قناة الجديد